بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم عزائي الطلبة في سلسلة دروس مادة علوم الأرض والفضاء واحد اثنين معنا في لغة الإشارة لهذا اليوم صالح العوجان في البداية عزائي الطلبة دعونا نستذكر ما تم دراسته في الدرس السابق بسم الله وعلى بركة الله في درسنا السابق المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية تطرقنا إلى الأهداف وذكرنا بأن تتعرف المياه الجوفية أن تبين أو تبين طريق التكون المياه الجوفية أن تذكر أو تذكري أنواع الطبقات الحاملة للمياه أن توضح أو توضح أهم التكوينات الجيولوجية الحاملة للمياه في المملكة العربية السعودية تعدد أو تعدد مصادر المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية وأن تلخص أو تلخص أهم مصادر تلوث المياه الجوفية في مراجعة المفردات تطرقنا إلى المياه الجوفية وذكرنا بأنها هي المياه الموجودة تحت سطح الأرض في مسام وفجوات الصخور أما بالنسبة للمفردات الجديدة تطرقنا في درسنا السابق إلى الطبقة المحصورة والطبقة غير المحصورة والطبقة المعلقة والطبق والماء الأحفوري وكذلك الماء الصهاري بالنسبة للفكرة الرئيسة ذكرنا بأن المياه الجوفية إحدى أشكال الغلاف المائي الأرضي وهي المياه الموجودة تحت سطح الأرض في المسام والفجوات وتوجد في عدة أماكن في المملكة العربية السعودية أما بالنسبة للربط مع الحياة ذكرنا بأنها لاحظت تدفق مياه الينابيع لمدة طويلة دون وجود أمطار مع العلم أن مياه الأمطار تسهم في تدفق مياه الينابيع لكن المصدر الأكبر لهذه المياه يأتي من تحت سطح الأرض في أنواع الطبقة الحاملة للمياه تطرقنا إلى الطبقة المحصورة وذكرنا بأنها هي طبقة خزان محصورة من الأعلى ومن الأسفل بطبقة صماء غير منفذة حيث يوجد الماء بين هاتين الطبقتين ويكون تحت الضغط مرتفع أما بالنسبة للطبقات غير المحصورة ذكرنا في هذا النوع من الخزانات تكون المياه محصورة بطبقة صماء غير منفذة من الأسفل فقط أما بالنسبة للطبقة المعلقة ذكرنا بأنها هي طبقات معلقة في التربة لمسافات معينة تتجمع في مساماتها المياه بعد ذلك تطرقنا إلى عملية استخراج المياه الجوفية وذكرنا بأنه يعتقد الكثير من الناس أن المياه الجوفية يمكن الحصول عليها بالحفر في أي مكان لكن المياه الجوفية لا توجد إلا في ظروف الجيولوجية ومناخية ملائمة وذكرنا أيضا يمكن الاستفادة من المياه الجوفية عبر حفر الآبار العادية أو الآبار الارتوازية وصولا إلى الخزان المائي الجوفي بعد ذلك تطرقنا إلى الآبار وتعرفنا على الآبار بأنها هي ثقوب تحفر في الأرض للوصول إلى الخزان المائي الجوفي وتعرفنا على نوعين من أنواع الآبار، الآبار العادية والآبار الارتوازية في الآبار العادية ذكرنا بأنها أبسط الآبار هي تلك المحفورة أسفل منسوب الماء داخل ما يسمى بالخزان المائي الجوفي غير المحصور وذكرنا أن في هذا النوع من الخزانة المائية الجوفية يكون منسوب المياه داخل البئر هو نفسه منسوب الماء المحيط به أيضا في الآبار العادية ذكرنا بأنه عندما يتم سحب المياه من البئر يتم تعويضها من المياه المحيطة في الخزان المائي الجوفي بعد ذلك تطرقنا إلى الآبار الارتوازي وذكرنا بأنه يسمى الخزان المائي الجوفي الواقع بين الطبقتين عازلتين خزانا جوفيا محصورا ويقع الماء الذي يحتويه تحت تأثير الضغط وذكرنا السبب في ذلك أن قمة منحدر منسوب الماء يقع تحت تأثير الجاذبية الأرضية لذلك تتجه المياه إلى أسفل أيضا ذكرنا بأنه يسمى الخزان في هذه الحالة بالخزان المائي الجوفي الارتوازي أيضا في الآبار الارتوازية ذكرنا بأنه عندما يكون معدل التغذية كبيرا وكافيا فإن ضغط الماء في بئر محفورة في خزان الارتوازي يجعل الماء يتدفق فوق سطح الأرض على شكل نافورة تسمى بالبئر الارتوازية بعد ذلك تطرقنا إلى مستوى الضغط السطحي وذكرنا بأنه المستوى الذي يرتفع منسوب المياه إليه في الآبار المحفورة بعد ذلك أيضا ذكرنا بالآبار الارتوازية تسمى الينابيع التي يجري تصريفها بضغط الماء بالينابيع الارتوازية وذكرنا بعد ذلك تعود التسمية إلى مقاطعة فرنسية اسمارتواز حفرت فيها أول بئر ارتوازية قبل 900 عام أيضا في استخراج المياه الجوفية ذكرنا بأنه كذلك من خلال الينابيع والعيون التي تعد منطقة اتصال الخزان المائي الجوفي مع الطبق العازي وبالتالي يحدث تصريف للمياه الجوفية عند سطح الأرض في منطقة التماس بينهما بعد ذلك تعرفنا على الينابيع والعيون وذكرنا بأنه يسمى هذا التصريف الطبيعي للمياه الجوفية بالينابيع أيضا تطرقنا إلى انبثاق الينابيع من خلال ينابيع الكارس وذكرنا بأنها توجد في المناطق التي تتكون من الحجر الجيري حيث تتغذى مياه الينبوع من ممرات تحت الأرض بعد ذلك تعرفنا على أنواع مختلفة للينابيع وذكرنا بأنها تتكون الينابيع نتيجة خروج المياه الجوفية إلى سطح الأرض وتتشكل نتيجة تقاطع منسوب الماء مع سطح الأرض ويمكن للنبوع أن يتشكل بطرائق مختلفة بعد ذلك تعرفنا على درجة حرارة الينابيع وذكرنا بدرجة حرارة المياه الجوفية عموما أبرد في فصل الصيف وأسخن في فصل الشتاء مقارنة بدرجة حرارة الهواء بعد ذلك تعرفنا على الينابيع الساخنة وذكرنا بأنها ينابيع مياه تزيد درجة حرارتي على درجة حرارة جسد الإنسان في درجة حرارة الينابيع ذكرنا بأن هناك آلاف الينابيع في العالم تتدفق في مناطق مختلفة ما زالت درجة حرارة سخورها الجوفية مرتفعة بسبب قربها من النشاط الناري أو بسبب الممال الحراري الجوفي في المناطق البركانية مثل الينابية الفوارة بعد ذلك تعرفنا على الينابية الفوارة وذكرنا بأنها هي عبارة عن نوافير ساخنة أيضا بعد ذلك تطرقنا من الينابية الحارة في المملكة العربية السعودية العين الحارة في منطقة جيزان والتي تبلغ درجة حرارتها 50 درجة سيليوس وعين الخوبة وتبلغ درجة حرارتها 57 درجة سيليوس بعد ذلك تطرقنا إلى مصادر المياه الجوفية وذكرنا بالنسبة لي الماء الجوفي وهو المكون من الدورة المائية في الطبيعة وهو المصدر الرئيس للمياه الجوفية بعد ذلك تطرقنا إلى الماء الأحفوري وذكرنا بأنه هو الماء المحبوظ أو المحبوس في الصخور الروسوبية أثناء تكونها وتصلبها في قيعان البحار والمحيطات وهي مياه معدنية أو مالحة بعد ذلك ذكرنا بالنسبة لي مصادر المياه الجوفية الماء الصهاري وهو الماء المشتق أثناء تبلور انفصال الصخور النارية في موضوعنا لهذا اليوم أعزائي الطلبة التكوينات الجيولوجية الحاملة للماء في المملكة العربية السعودية سؤالا للتفكير أين يوجد تكوين تبوك العلوي في التكوينات الجيولوجية الحاملة للمياه في المملكة العربية السعودية أعزائي الطلبة تعدى المياه الجوفية من أهم الموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية وما تزال هي المصدر الرئيس للمياه في المملكة ومع أنها تخلط بمياه التحلية من البحر الأحمر أو الخليج العربي حيث تمثل 90% من إجمال مصادر مياه التحلية ومن الناحية الجيولوجية تقسم المملكة العربية السعودية إلى كتلتين كبيرتين هما الدرع العربي والرف العربي وصخور الدرع العربي غالبيتها صخور نارية ومتحولة بها مخازن محدودة للمياه الجوفية أما بالنسبة للرف العربي فصخوره عبارة عن صخور رسوبية تحتوي كميات كبيرة من المياه وعند تتبع مصادر تكون المياه الجوفية أعزائي الطلبة في المملكة العربية السعودية يتضح أن السبب الرئيس لوجود التكوينات الحاملة للمياه ليس الأمطار التي نشهدها اليوم بمعدلاتها المتدنية وإنما هناك فترات ذات أمطار غزيرة مرت على المملكة عرفت بالعصور المطيرة أدت إلى تخزين كميات ضخمة من المياه الجوفية في طبقات الصخور الرسوبية المتمثلة في الرف العربي الذي يغطي ما يعادل 70% من مساحة المملكة العربية السعودية أيضا أعزائي الطلبة في التكوينات الجيولوجية الحاملة للمياه في المملكة سيتم التطرق إلى التكوينات الجيولوجية الحاملة للمياه في المملكة العربية السعودية أولا التكوينات الرئيسة الحاملة للمياه تشمل تسع تكوينات هي الساق وتبوك الوجيد المنجور الوسيع البياض ومرضمة الدمام وانيوجين التكوينات الست الأولى أي بمعنى الساق وتبوك والوجيد والمنجور والوسيع والبياض تعود لحقبة الحياة القديمة والمتوسطة أما التكوينات الثلاثة الأخرى ومرضمة الدمام وانيوجين ذات صخور كربونية تعود لحقبة الحياة الحديثة في البداية أعزائي الطلبة دعونا نتعرف على تكوين ساق هذا التكوين تبلغ مساحة منكشفه حوالي 65 ألف كيلو متر مربع وسمكه 600 متر ويتكون من الحجر الرملي التابع لعاصر الكامبري ويتميز حجر رمل الساق بأنه متماسك إلى جانب وفرة مائه وعذوبته وهو من أهم خزانات المياه الجوفية بالمملكة العربية السعودية نلاحظ هنا من خلال الشكل لمتكون ساق نلاحظ هنا على الخارقة هذا بالنسبة لي مياه أو هذا بالنسبة لي تكوين ساق باللون الواضح معنا تغذي مياه الساق مناطق تبوك والقصيم كما هو واضح معنا هذا اللون يمثل ساق تغذي مياه الساق مناطق تبوك والقصيم وحائل والعلا وتيمام وتتميز الآبار في الجزء الشرقي من منطقة القصيم بمستوى مرتفع وإنتاجية عالية بينما في تبوك ذات مستوى منخفض وإنتاجية متوسطة بعد ذلك أعزائي الطلبة دعونا نتعرف على تكوين الوجيد يبلغ سمكه من 200 متر إلى 1000 متر ويوجد في وسط وجنوب المملكة ويظهر منكشفه لمسافة 300 كيلو متر جنوبا من وادي الدواسر وعرض لا يزيد عن 100 كيلو متر وعمره مماثل لعمر تكوين الساق بالجنوب نلاحظ هنا بالنسبة للوجيد بهذا اللون نلاحظ في هذه المنطقة ويتكون من الحجر الرملي هذا هو الوجيد ويتكون من الحجر الرملي مع بعض الدولومايت والكنجلوميرات وهو متجانس وذو نفاذية عالية ويعد من أهم الخزانات الجوفية حيث تستغل مياهه في جنوب المملكة وهي مياه جيدة وصالحة للشرب بعد ذلك لدينا تكوين تابوك في هذا التكوين أعزائي الطلبة يمتد هذا التكوين نلاحظ تابوك بهذا اللون يمتد هذا التكوين من داخل الحدود الأردنية إلى وادي الرمى جنوبا وينكشف على سطح الأرض بمساحة 7700 كيلو متر وعمره الجيولوجي أردوفيشي سفلي وديفوني سفلي وهو عبارة عن تتابع سميك من الطفل والغرين وحجر الرمل مع بعض الجبس والأحجار الجيرية ويتكون تكوين تابوك من ثلاث طبقات من الأحجار الرملية حاملة للمياه كما هو واضح معنا بالنسبة لي تكوين تابوك تابوك العلوي وتابوك الأوسط وتابوك السفلي ويوجد تابوك العلوي في منطقة الجوف فقط أما تابوك السفلي والأوسط فهما موجودان في مناطق نتكلم عن تكوين تابوك في مناطق تابوك وحائل والقصيم ويختلف سمكه من منطقة لأخرى ويبلغ سمكه 1070 متر حيث يعد من أغنى التكوينات الحاملة للمياه في المملكة العربية السعودية في تقويمنا الختام لهذا اليوم أعزائي الطلبة اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي يتكون من الحجر الرملي التابع لعصر الكامبري ويتميز حجر الرمل فيه بأنه متماسك إلى جانب وفرة مائه وعذوبته وهو من أهم خزانات المياه الجوفية بالمملكة العربية السعودية هل هو تكوين تابوك؟ أم تكوين ساق؟ أم تكوين الوجيد؟ أم تكوين تابوك الأوسط؟ أحسنتم بارك الله فيكم الجواب هو تكوين ساق رقم 2 اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي ويتكون من الحجر الرملي مع بعض الدولوميت والكنجلوميرات وهو متجانس وذو نفاذية عالية ويعد من أهم الخزانات الجوفية حيث تستغل مياهه في جنوب المملكة وهي مياه جيدة وصالحة للشر هل هو تكوين تابوك؟ أم تكوين عرب؟ أم تكوين ساق؟ أم تكوين الوجيد؟ أحسنتم بارك الله فيكم الجواب هو تكوين الوجيد الخلاصة في التكوينات الجيولوجية الحاملة للمياه في المملكة ذكرنا بأنها تعد المياه الجوفية من أهم الموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية وما تزاد هي المصدر الرئيس للمياه في المملكة بعد ذلك تطرقنا إلى تكوين ساق وتكوين الوجيد وتكوين تابوك شكرا لكم أعزائي الطلبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته